يطعن في المقاومة هي مجرد قاعدة تغرر في الناس وأنها ليس جهات شر مطلوب قائد للقضية الفلسطينية لا يخطأ تلتفع حوله جميع الناس إذا تكلم في الفقه حسبته ابن عباس وإذا تكلم في العقائد نسف كل الخلافات أي قتال غلبت فيه مفسدته المصلحة فهو قتال فتنة ابن تيمي يقول هذا الكلام للابس جيلباب في جامعة الجزائر أنا لا أقبل قلت لها أنا عنصري وأنا لا أقبل مثل هذا اللي ذلك ولكن فيه شيء ثاني أخبث تشويه الخطاب الصحيح أو الخطاب السن لما تتوفى ويجوك الملكين يقولك من هو ربك ما هو دينك من هو النبي الذي يبعث فيكم مش رح يقولك ما هو رأيك في الإمام النووي مش رح يقولك ما هو رأيك في أبي حنيفة مش رح يقولك ما هو رأيك في سيد قطب أنه الخوارج من الأشياء اللي قلنا عليهم فيك التساول في التكفير الغلوف في العبادة لدرجة أنه فيه البعض من جيش عليه فتن ولما راح في الجيش الخواش قال سمعتوا لهم دويا كدويا نحن يطلوا في القرآن السلام عليكم ورحمة الله عدنا لكم في حلقة جديدة من بودكاست من القلب للقلب على قناة عبود رح نتكلموا شوي على صفات المنافقين وكل شوي اش علاقتها بالأحداث الحالية هل المنافقين كانوا فقط في زمن مضى والآن مفيش منافقين ولكن قبل ذلك أنا رح نتكلم تقريبا في نصف الحلقة على موضوع واحد اخر خلال رح نرجع الحقبة التاريخية اللي هي حقبة الخوارج فكرت أني ممكن نقسم الحلقة لزوج الزجزاء فأنا أتمنى أنه كل واحد يشاهد هذه الحلقة يشاهدها للنهاية لأنه المواضيع مترابطة فبسم الله مين رح نبدأه شوف أول حاجة ممكن نحددك لها واحد القصة حكيها فايز الكندري وهو داعية كويتي والقصة تاعه معروفة يعني هو كان معتقل في سجن جوانطانامو لمدة 14 سنة في هذا السجن فلما خرج من السجن تا جوانطانامو كان عمل له واحد الكتاب اسمه البلاء الشديد والميلاد الجديد اللي كنا رشحناه ولكم في أهم خمس كتب في 2021 أظن ممكن نعمله حلقة يعني لهذا العام بمناسبة أنه قرب معرض الكتاب في الجزائر في واحد المرة كانت صارت أحداثها كتشاغب يعني المساجين أصحابه كل كانوا عملوا إضرابات وصارت فوضى شوية وفي هذه الفترة كانت لح تكون زيارتها وفد يعني من الكونغرس الأمريكي إلى السجن ففي السجن ماذا بهم يبينوا أنه الأمور كلها تمام وكلش فجابوا واحد من المساجين حتى يفوضوه يتكلم على لسان البقية يعني فراحوا كتكلموا معاه قالوا له أنك أنه إحنا راح نوافقه لكم على بعض المطالب مقابل أنكم توقفوا يعني هذه الأحداث بتاع الشغب وكلش وبعض المطالب مش راح نوافقوا عليها فهو لما رجع للأصدقاء وهكا في السجن قال لهم أنه هاوج قالوا لي قالوا أنه توقفوا يعني الإضراب بتاعكم وهذا الشغب مقابل بعض هذا المطالب فقال لهم يا إخوان أنا من رأيي أنه خلينا نوقف يعني هذا الأعمال تالشغب وكلش على الأقل يعني خذينا بعض المكاسب عاوض يعني أنه نخسره كل شيء ففيز الكندري يقول أنه في بعض الناس يعني اقتنعت فيه واحد فارق قال لهم مستحيل ما فيش مداهن أخلاه لازم من وقفوش هذا الأعمال حتى نحسطوا على المطالب كلها وكلش فيقول فيز الكندري أنه الأمر كان أسلوبهم خبيث أنهم أكيد فيه يعني كاميرات تجسس فيها يعني يسمعوش يقولوا كامل فهما التقطوا هذا اللحظة فبعدها بشوية استدعاوا هذا كالي كان يعمل في الشغب وكلش عايطولوا عندهم للمكتب حتى يفاوضوه فلما رأى عندهم ومبعد جاء يقول فيز الكندري أنه والله عاود قال لنا نفس الكلام تعال قالوا الأول أنه يجمع نوقفوا الإضراب إحنا أخذينا بعض المكاس وبعض المكاس بالأخرى ما عليش يعني ما ناخذه هاش الآن نفس الكلام بالضبط عاود قاله ففيز الكندري يقول لك أنه هذا الشخص من أشد الناس على الأمريكان يعني لا تطعن في مثلا في صدقه في أمانته ولكن النفس سبحان الله عندها بعض الأهواء عندها بعض المداخل في بعض الناس لو لم يظهر الحق في طائفته أو على لسانه أو على لسان شيخه هو رح يرفض هذا الحق ولو ظهر مثلا من أتباعه ولا من شيخه ولا منه هو أو حدث الانتصار على يده هو يفرحه كل شيء رغم أنه نفس الموقف هذا الشيء لما تدرك مثل هذا القصص تعرف أنه نفس البشرية نفس صعبة جدا وإنسان لما ما يهتم مثلا بتزكية نفسه قد يفاجأ أنه في بعض الناس اللي هو يعتبرهم يعني ما فيه شك أبدا في إسلامهم بل هو هذا الشيء يختاره لي قلده في كل شيء هو ما يقدر يتوقع أنه نفس البشرية صعبة وأنه الإنسان كل ما تعرض للفتنة مثلا المال البنون المنصب الشهرة يعمل أشياء فلما يشوف من بعيد يقول كيف هذا الشيخ مثلا يقول هذا الكلام وممكن الفتنة تصرع له من نفسه أنه يكون يظن نفسه أنه بعيد جدا عن الفتنة لما يشوف مثلا داعية معين ولا شخص مشهور مثلا وقع في الفاحشة ولا صدر منه شيء ما كان يتوقعه تماما فهيقول لك أنا بعيد جدا عن هذا الشيء لو تحطيت في نفس الموقف ممكن يصرع لك نفس الشيء ممكن تتعرض لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنه القلب هذا أموش دايما بيد الإنسان لما تفهم هذا الشيء تقدر تفهم إلى حد ما المشركين تقو ريش مثلا تفهم أبو جهل أبو جهل كانوا يقولوا أبو الحاكم حتى سبحان الله الناس مثلا لما يصوروا أبو جهل مثلا في الأفلام والمسلسلات تاريخية يصوروا شخص مثلا قبيح الوجه سفيه أبو جهل كان من أحسن الناس كان من أعقل الناس ولكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو في لحظة مكاشفة كان مثلا هو وأبو سفيان ووحد أخر كانوا يروحوا خلصة في الليل يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف أنه هذا الحق وهو أصلا اعترف لما في لحظة مكاشفة قال أنه أنا أعرف أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل للحق صحة لماذا لا تتبعه؟ فكان جوابه ببساطة أنه تنافسنا نحن وبنو هاشم أظن ولا بنو عبد المطلب في سقاية الحجاج في الرماية في كل شحنة في تنافس حتى اليوم قالوا منا نبي فقال أبو جل فمن أين نأتي بالنبي معاداتها أبدا الظهر في بعض الدواخل هذه تل إنسان لازم يكون منتبه لها أنها ممكن تصدوا عن الحق مش فكرة أنه هو مش عارف ممكن يكون أوكي مش عارف زي مثلا مثلا في فتح مكة أو قبلها شوية الناس بدأت مثلا في مكة بدأت تتعرف أكثر عن الإسلام بدأوا يدخلوا في الإسلام لماذا حتى كانوا يقولوا أنه لما في غزوة بدر أبو جل عتبة شيبة هذا مثل كيف نقول واحد صنديد تع المشركين قتلوا كلهم لما قتلوا الناس العوام اللي كانت متأثرة بهم واللي هادم تقريبا هم اللي كانوا حاكمين البوق الإعلامي اللي يحاول يأثر على الرأي العام لما هادم قتلوا الناس بدأت تشوف الحقيقة لأن صبح الله أبو جل وهادم تعمكة كانوا يوزعوا القطن بالمجان للناس حتى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يضعوا يديه يقولوا الناس ما تسمعولوش مجرد لو سمعت له رح توقع في الفتنة وممكن يديك وممكن تغرق فالناس بعد ما هم ماتوا قدروا تنحى هذاك الحاجز قدروا إلى حد ما يتعرفوا على الدين الإسلامي هذا الموضوع ممكن يقودنا الموضوع عن النفاق ولو أنه رح نهضر عليهم بعد النسيتشكون هو التابعي اللي يقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه تقدر تقول أنه هادم ناس قدين يزيدوا فيها أنت بعض صاحبه مبشر بالجنة ولكنه يخاف على نفسه النفاق حبيت نفتح بعض يعني واحد الجزئية سبحان الله ما كنتش حاب نفتحها ولكن لما عملت البودكاست يعني تلحلقة اللي فاتت يعني الحمد لله معظم ردود الناس الناس كلها يعني متعادفة مع القضية الفلسطينية مع مبدأ المقاومة بحد ذاته أنه أذن للذين يقاتلونه بأنهم ظلموا موضوع كان بالنسبة لي واضح وضوح الشمس ومع هذا تلقى في بعض الناس يطعن في المقاومة موقفوا أنه هذا المقاومة هي مجرد قاعدة تغرر في الناس وأنها ليس جهات شرعي وأنهم أصلا ليسوا من أهل السنة في بالي أنه نرد على هذا الكلام وبعد قلت سبحان الله وهل يصحوا في الأذهان شيء إذا حتاج النهار إلى دليل ما فيش منطلق أنه ممكن يعني نتحاور الموضوع بالنسبة لي يبدهي لو حبيت نبرهن لك أنه واحد زي واحد وساوي اثنين ما هو من السفاهة أن ينبرهن لك هذه وكلما حبيت نبرهنها أكثر كلما الموضوع ازداد تعقيدا أكثر نشوف لما تكلمنا مثلا في الحلقة قبل الماضية يعني بعض قنوات اليوتيوب اللي تقدم محتوى تاريخي تكلمنا عن قناة تاريخستان وتكلمنا عن معركة شقحب اللي هي المعركة اللي كانت بين المسلمين بقيادة المماليك وشفنا الدور الكبير اللي لعبه ابن تيمية رضي الله عنه إمام العظيم في توحيد كلمة المسلمين وفي أنه هو اللي راح للسلطان تاعة المماليك والدولة العباسية ووحدهم ضد القتال تاعة تاتارو بالفعل انتصر المسلمون وكان يقولهم نحن سننتصر ابن تيمية كان يرى في المماليك بعض المخالفات الشرعية الواضحة جدا اللي كان ينتقدها عليهم كان ينتقدها عليهم وهذه لا تخفي على أحد إلا الإنسان اللي ما يعرف أصلا معركة مثلا شقحب وكل شيء ولكنه لم يتردد للحظة واحدة أنه يقف معهم في صف المماليك وأنه هو سلطانة المماليك قالوا يعني أوقف في الراية تاعة أهل مصر قالوا يعني أنا من أهل الشام وانا راح أقف في الجيش تاعة الشام تحت لواء المماليك وكل شيء فعلا انتصر المسلمون ولم تقم للتاتار بعدها قائمة بعد أن كان كادوا يدمروا الإسلام نفسه في هذا المعارك الصفرية لما يكون الإسلام نفسه مهدد لما تكون فيه مسلمين الآن راح يبادوا في بعض الأشياء اللي ممكن إنسان يتجاوزها حتى سبحان الله شفت واحد حط واحد من منشور يقولك سبحان الله شره البلية ما يضحك هو بنوع من الاستهزاء هكذا قال مطلوب قائد للقضية الفلسطينية لا يخطأ تلتفع حوله جميع الناس إذا تكلم في الفقه حسيبته ابن عباس وإذا تكلم في العقائد نسف كل الخلافات اللي كانت بين المسلمين طيلت 120 سنة ادعاء النقاوة التامة هذا شيء غير موجود ما يمكنش هل تقول لي أنه مثلا الجيش اللي قاتل في الممال مثلا في المعركة تشقهم كله كانوا مثلا بعقيدة صافية 100% وكلهم كانوا مع دمش مخالفات أنا قلت لك الرائع السلطان نفسه كان ابن تيمي ينقم عليه أشياء عديدة ولكن في المعارك الصفرية ما فيه جدال فيه حق وفيه باطل لو هذا الحق أنت مختلف معه في أشياء آه تبقى تقول أنا مختلف معك في هذه الأشياء ولكن في هذا اللحظة أنا لازم علي أن ننصرك لازم واجب وجوب شرعي حتى يعني ابن تيمي وعلماء المسلمين كانوا يأكدوا على بداهية واضحة أنه يغزى مع الإمام البر والفاجر هو فاجر صحيح لو نأخذه مثلا الحجاج الحجاج ابن يوسف ثقى فيه فمرة كان فيه يعني السجناء عنده كان حاطهم في واحد المكان ما عندوش سقف فهم من شدة الحراء كانوا يصرخوا هم على بلوش بهم أصلا ففي مرة أسمع صراخ كبير خلال فقلهم من هؤلاء قالوا هذم لي في السجن لي ما عندوش سقف فراح عندهم قالهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وهذه اللي يقولها ربي سبحانه والناس اللي فيه جهنم لما يبدأوا يستغيثوا وكلهم يخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريقه من عبادي فحتى الإمام اللي ينقل هذا الواغع يقول فلو ثبت أنه قالها فهذا كفر واضح جدا هذا الجيل من شخصية الحجاج لو تأخذ فيه جانب آخر هو كان يعني يقتل أي إنسان ممكن يقتل سفاك للدماء حتى أنه لم يراه حتى حرمت الكعبة وقرأوا يعني عن سيرة الحجاج في نفس الوقت الحجاج كان يقرأ القرآن لا يخطأ فيه يعني يقرأ من الجلدة إلى الجلدة والحجاج ثاني من الأشياء اللي كانت فيه أنه كان يفتح بلاد المسلمين العديد من الفتوحات تمت في عصر الحجاج وكان يقاتل في جيشه المسلمون فلو تأخذ عقيدة الحجاج بمنطلق واحد تقول إيش هذا الجزار ولكن هكاك ولا يمنع أنه المسلمين يجاهدوا معه لأنه فيه مكاسب كبرى تتحقق عن هذا الجهاد أوكي أنا مختلف معك ولكني راح نجاهد تحت إمراتك ولكن لي حدثت اليوم في فلسطين زجات فكرة واحدة أخرى ويقول لك ما فيش ولي أمر دعا للجهاد في فلسطين فتقول سبحان الله يعني ولكن السؤال لي محتاج جواب فعلا أنه ممكن تقولناش كن هو ولي الأمر في غزة إنه وفقا لانت في خابات الفين وخمسة اللي تكلمنا عليها في الحلقة الماضية فحماسي الإخدات الأغلبية كاملة أما إذا في رأيك أنه محمود عباس هو ولي الأمر تم فحبيت نفكر كبرك أنه عقيدته بهائي أما من الجانب يعني الوطني فهو خائن عميل الكيان المحتل وهذه لا تخفى على أحد تفرجت الحلقة لي أنصحكم بمي مشاهدتها اللي هي لماذا فرض الله علينا الجهاد في بودكاست بسط تستضف فيها البشير المراكشي هو من أعلم علماء الفقه المالكي أنه فرق لك بينزوج حويش واضحين جدا أظنهم واضحين ما هو فكرة جهاد الطلب أنه الإمام يطلب من الناس أنه روحوا لنغزيوا بلاد معينة تتحقق في هذا الجهاد كثير من المكاسب الشرعية حتى أنه بعض الفقهاء يقول لك أنه الهدنة بين المسلمين مثلا والكفر لا يجب أنه تتجاوز عشر سنوات أنت تتساءل تقول لعليش عشر سنوات ما يقول لك لأنه المسلمين إذا تعودوا على فكرة فقط السلام 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 هو لما تجي مثلا موقع أو غزوة أو فكرة أني وعد يتعدى عليه يصبح الجدد تطيع على النفس أحد الحكم الأخرى وهي فكرة ترهبون به عدو الله لما الإنسان ما يكون فاكر الحرب بين الحق والباطل يظن أنه الناس اللي هما في جهة الباطل إذا أنت بادرتهم بالسلام وتوقفت في مكانك وكلش هما لن يبادروا بالعكس لما ما يكون فيه جيش أو جهاد يرهب به الكفار رح يتجرؤوا على الحدود المسلمين وفي كل مرة رح يبدأوا يغزونا هذا جهاد الطلب صح يشترط فيه إذن ولي الأمر وإذن الوالي فيه شروط ذكرها الفقهاء أما جهاد الدفع لما يجيك محتل الأرضك يخرجك من منزلك يغتص بزوجاتك يقتلك وكلش هذا ما فيه لا إذن الوالدين لا فيه أنت تخرج وتقاوم هذا المحتل سبحان الله على الإسلام دين الفطرة فطرة الإنسان ترفض هذا الظلم لو جاءك واحد جوجاك واحد المنزل تاك مثلا ودخل عليك وكلش وبعد تقول آه خليني نتفاوض معه وكلش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من مات دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد متجيش تقول لي ها هنا هذا موقف الحكمة ونشوف فما بالك لما فيه اعتداء على أمة على مقدسات على المسجد الأقصى نفسه يجيب لك قولة ابن تيمية مثلا أنه اللي يقول فيه في مجموع الفتاوى أنه أي قتال غلبت فيه مفسدته مصلحة يعني رح يترتب عليه مفاسد أكثر من هذا المصالح فهو قتال فتنة انت تدرس أن ابن تيمية يقول هذا الكلام في مجموع الفتاوى خليني نقول الروح للصفحة ليكذكر فيها هذا الكلام معظم الناس لا تروح تفتش لهذا الكلام هذا المدخل اللي بعض الناس تفتتن فيه تلقى هذا الكلام في واحد السياق فيه تدليس واضع على شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ذكر في هذا الكلام ولو لقيت يعني صف الورقة رح نحطها اللي كان في المونتاج تقراوها قال بخلاف قتال الكفار والمشركين بخلاف فإن قتال البغات والظالمين البغات اللي هما من المسلمين لكلهم بغوا فئة بغت على فئة ولفئة ظالمة هذا القتال إذا ترجحت مفسدته على مصلحته فهذا قتال فتنة ولكن قتال الكفار والمشركين هذا ما فيهش نقاش أصلا فشوف التدليس على شيخ الإسلام ابن تيمية فرضا أنه هذا القول صحيح هل أنت لتحدد المصالح والمفاسد احنا عملنا حلقة في بداية طوفان الأقصى عن المصالح الرائبة اللي جات من طوفان الأقصى كم من الناس مثلا من المسلمين رجع للإسلام رجع يصلي فكرة أنه يطرح السؤال ماذا يمكن أني أفعل لغزة هذا تغير جذري جدا أنه إنسان يكون مشغول فقط بالشهوات والشبهات وفي لحظة معينة ينتقل ويعود مهتم بقضايا الإسلام ويبدأ يقبل على القرآن الكريم حتى في الغرب الموضوع أنهم بدأوا يقبل على القرآن الكريم ولو من باب الفوضل حابين يعرفوا بدأت السردية الإسرائيلية تخفت يعني الإنسان لو يبدأ يفكر مثلا من منطلق مثلا سنوار ومحمد الضيف وكل شيء هم وصلوا إلى حالة من حالات الإنسداد ما هو الآن احنا يعني مثلا تكلمني عليها في الحلقة الماضية والله مش حاب نعود نجتررها ولكن فكرة اللي كانوا مثلا في معاهدة أوسلو فكرة السلام كانوا يقولوا السلام مقابل الأرض أنه احنا خلينا نعمل سلام من إسرائيل مقابل مثلا ترجع لنا الجولان سوريا ترجع لنا هذه الجهة مصر تعمل لنا الضفة الغربية تعطيها سلطة مستقلة كنا نقولوا السلام مقابل الأرض أما الآن على بك وش السلام مقابل السلام أنه احنا كانت في موجة كبيرة من التطبيع من أجل ماذا أن نطبع من أجل أن إسرائيل فقط ما تهاجمنيش وكانت أمريكا شوف أمريكا بها تفهمها أمريكا كانت بعد الغزو تل عراق وبعد ما جاء يعني أوباما وخاصة بعد ما جاء بايدن وخلاص خرج من أفغانستان وبعد ما خرجوا من العراق عرفوا أنهم كل ما توغلوا في هذه الأراضي كثرة وحاولوا يدخلوا عسكريا رح يخرجوا بهزائم كبيرة خلال وفي نفس الوقت فيه الصين قاعدة تتقدم فيه روسيا قاعدة تحاول تبحث عن ذاتها من جديد وبالتالي هذه المعارك لازم أمريكا تروح لها فأمريكا فكرت بطريقة واحدة أخرى قالت لك أنه أنا لازمني نحافظ على مصالحي في الشرق الأوسط أكيد جدا هذه ما فيهاش نقاش ولكن في نفس الوقت أنا لازمني أتفرغ لهذا القيوة فهوش نعمل خلينا نعمل حلف أو ما تسمى بالديانة الإبراهيمية والاتفاقات تاعة إبراهام أنه هذا الدول الإمارات خاصة يعني الدول المحيطة هذيك نعمل واحد المحور تخليهم صندوق استثماري مشترك تخليهم نحط قوة دفاع مشتركة بحيث إسرائيل هذه ما توليش منبوذة تولي جزء من المنطقة وهذا ما الدول هي بحد ذاتها هي لتضمن السلام في إسرائيل وموضوع التطبيع كان ماشي إلى السعودية ولو طبعت السعودية خلاص العالم العربي كله يطبع التطبيع هذا مقابل وش مقابل فقط السلام أنه إسرائيل متهاجمني ماش مقابل أنه مثلا فيه مكاسب القضية الفلسطينية وهذه أي ما تظنش أنها مثلا هي مجرد أفكار وكذا مؤسسة راند الأمريكية هذه تكلمنا عليها في برنامج حتى يغير وتكلمنا عليها كثير هذه المؤسسة هدفها وشيء بعد أحداث سبتمبر قاتلك الإسلام هو العدو واضحة جدا أمريكا هي تحاول تعمل دائما يسيطلعها ترأي أبحاث بحيث تدرس الناس لهذه في المنطقة وتقول كيف ممكن أنا نسيطر عليها لما نرجع مثلا قبل الثورة الإيرانية في 1971 قبلها كان فيه الشاه الإيراني هو عميل للغرب عميل لأمريكا عميل وش تقول ينفذ وكان حتى فيه تعاون ما بين إيران وما بين إسرائيل فإيران كانت تتمدل إسرائيل النفط لأن الحكام العرب في هذه الفترة كانوا يعملوا هذه الحصارة النفطي على الكيان المحتل ووقفوا تصدير البترول وكانت أزمة كبيرة إيران كانت تمول الكيان بالمقابل كيان المحتل كان يمدها بأنظمة استخباراتية كان يحاول يدعمها بفكرة التفوق العسكري كان فيه تعاون بعدها قامت الثورة الإيرانية أنه جاءت هذه الحكومة تحمل اللي متبني المبدأ الشيعي وجاءت هذه الحكومة الجديدة أمريكا في البداية كانت حابة تحاربها قالتك أكيد نحاربها لأنه راح لي حلف كبير ولكن بعدها أمريكا قالتك كيف أستفيد منها أهم مبدأ لي أنه كيف ممكن نخلي هادم المسلمين يقتاتل وما بين بعضهم ما هو الأمريكا لما يشوف كمسلمين ما هو ينظر لنا مثلا إحنا أن نشوفه هادم سنة هادم شيعة لكن في أمريكا لا هي متشوفش هي متشوف ككتلة مسلمة في الآخر تقولك كيف ممكن نفرقهم جيتني فرصة ذهبية أنه قام لي نظام هذا الشيعي وبمقابل نظام سني وبالتالي الآن هذا النظام لو خبليتهم يخبطوا في بعضهم أكبر فترة ممكنة أنا هي المستفيدة وكل ما قدرت نخوف مثلا دولة الخليج بهذا البعبع الشيعي الإيراني الكبير أخلاه هم رح يلتصقوا أكثر بيها رح يعودوا مثلا سعودية وكلش رح يشريوا الأسلحة الأمريكية أقوى الأسلحة المتطورة ولكن أمريكا مش رح تبيع لك أقوى الأسلحة ولا رح تبيعها لإيران بالمناسبة لأنها في الأخير هي ما هي مع هذا ما هي مع هذا في الأخير تبحث عن توازن التحق أمريكا علش حتلت العراق ما هو من أسباب اللي تضرعت بها أن العراق قاعد تعمل في منشآت نووية فرحت تعمل أمريكا وضربتها ما هو إيران ثاني قاعدة تعمل في منشآت نووية ببساطة كانت قادرة تروح وتضربها ولكن أمريكا هي تفكر أنا مش حاب نخلي هذه إيران ولا شي أنا من مصلحتي أنها تقوى شوية ولكن في كل مرة رح أعمل لها حصار أعمل لها تضييقات بحيث منخليهاش بحيث نحجمها منخليهاش تكبر لدرجة أن ينعود ما نقدرش نسيطر عليها ففكرة أمريكا الكبرى أو الغرب أو الباطل أنه يشق صفوف المسلمين وربي سبحانه دي منك ولا تنازعوا فتفشلوا هذا الشق ما تظنش أنه فقط بين السنة والشيعة ورغم أنه إحنا كمسلمين أصلا ما فيش مسلم يعني باعتقادي معتدل يشوف أنه السنة هم نفسهم الشيعة وأنها مجرد اختلاف بسيط وكذا خلينا نروحوا للدائرة الصغيرة اللي هي دائرة السنة نفس الشيء أمريكا لما هي مثلا حبت تقسم بلد معين هي تشوفوا شنو هو الطيارات اللي كانت يعملوا الدراسات واضحة جدا يقول لك أنه في هذا الطيار مثلا خلينا نقوله السلفي في هذا الطيار هكي في هذا الطيار هكي فهي من مصلحتها أنه ما فيش طيار يتغلب مئة بالمئة في الأخير لازم تقعدوا متشار ديميل بحيث ما فيش واحد تكون عنده القوة هذا اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية لما أمريكا كانت تشجع الجهاد في أفغانستان هي كان طلبت منهم هذا لأنه يخدم مصالحها جام أمر أنه لا قفلوا عليهم لأنه صارت صحوة الإسلامية بدأوا يتمددوا لا دخلوا جدا كامل للسجن فهمتني هذا الفقهة الموازنات اللي تعملوا أمريكا لما لازم تكون غافل عنه إذا كنت غافل عنه سبحان الله الإنسان لما ينظر من بعد واحد وما يكون عنه هذا البعد الشمولي راح يخطأ هذه مصرحية وليقولك أنه هذا من الناس ما عندهمش خلاه ضغوط والسياسة لا علاقة لها بالدين وكل شيء اشت هذا الشيء اللي حكيته لك الآن علاشا لأنه ممكن فيه بعض الناس اللي هم قادر يكونوا فضلاء ولكنهم يخدموا بهم يخدموا بهم ضمن أنه يفتح لك المنابر في هذا الوقت ليسجن فيه معظم العلماء أمريكا على بلك وش تعملها تعمل زوج حويش نشر الخطاب العلماني هذه أول حاجة تعملها يعني فكرة أنه تعود مألوف بالنسبة لك أنه ينقضوا الحجاب علامية ينقضوا مثلا مسلمات المعلوم من الدين بالضرورة يعود ينقض عادي لو مثلا العلاقات العاطفية هذه والأشياء المحرمة فكرة الريبا فكرة الخمر يبدلوا لها أسماء وتعود تناقش إعلامين على أنها شيء عادي جدا يعني مثلا في الحادثة الأخيرة اللي صارت تعال الفتاة اللي لابس جلباب في جامعة الجزائر وهذا الفتاة اللي كانت داخل المدرج حتى تدرس فأستاذة قالت لها أنت أخرجي علي وش هذا اللباس وهذه أنا لا أقبل قلت لها أنا عنصري وأنا لا أقبل مثل هذا اللباس ونفس الشيء مثلا اللي عملوه في الامتحان تري زيدنا والامتحان تخص لما قالوا أنه الفتاة المحجبة ولو يعني هذا المنشور ممكن جاء في فاكولتي واحدة برك أنها لمكافحة الغش لازمها تلبس خمار ما قالوش تلبس خمار في الأخير لازمها تبين ودنيها في الأخير كيف راح تدير خمار ودجي هك ما نكتبوش على بعضانا هي فقط خطوة حتى هي تنزل حجاب ولو أنه اللي حاب يغش هذا الدراري كل يغشه يحكم لك بلوت ما تشوفوش بالميكروسكوب يحطوه في ودنور وحنته ولقاه الفكرة اللي حاب نوصلها أنه عاد من المعتد أنك تسمع هذا الخطاب العلماني ولكن فيه شيء ثاني أخبث تعرفوش هو تشويه الخطاب الصحيح أو الخطاب السني تشويه بحيث أي إنسان ليس معي هو ضدي بحيث المسلم العادي اللي ما عنده علم شرعي يبدأ محتار لما يدخل يبحب يدين هذا يطعن فيه هذا وهذا يطعن فيه هذا وهذا يطعن فيه هذا والآخر يكفر هذا والآخر يكفر هذا يقولك إيش هذا يقولك أنا شكون أنتبع هذا التشويش على الخطاب خطير جدا بكري مثلا كان الإنسان مثلا لما يحب يطلب العلم الشرعي يجلس مثلا على ركب العلماء يبدأ يدرس العلم من البداية من فقهة طهارة وروح يبدأ ومبعد يدرس مثلا الأجرومية ويدرس الموتون ويبدأ يحفظها تأخذ منه الموضوع خلينا نقوله عامين ثلاثة أربعة خمسة يتجاوز على الأقل الشطرة الأول ما هو الشطرة الأول من العلم هو اللي يخليك تظن أنك عرفت كل شيء هذا الشيء كان يخلي الناس لا يتجرؤوا على القضايا الخلافية وهو من البداية تعرف شيء اللي حدث اليوم وشنوه أنه الإنسان ما كان يعرف ولا شيء اليوم بدأ يصلي العشية وضحاها توقعها بدأ يبدع ويكفر في الناس أنت الآن تبقعد شو المحتار ما هو على الأقل خلي الفكرة تنضج داخلك على الأقل تضر أنت مش رح تموت مثلا لو ما كفرتش النووي خلال أول خمس سنوات من طلبك العلم الشرعي مش رح تموت والله لما ربي سبحانه لما تتوفى وجوك الملكين يقولك من هو ربك ما هو دينك من هو النبي الذي يبعث فيكم مش رح يقولك ما هو رأيك في الإمام النووي مش رح يقولك ما هو رأيك في أبي حنيفة مش رح يقولك ما هو رأيك في سيد قطب وأنا الآن مش حاب الحديث ينزح لهذه الفكرة لهذا قلت أنه لازم تتبعوا البودكاست للنهاية ولكن الفكرة أنه معظم هذا المجالس قائمة قائمة على فكرة ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان هو ممكن يظن أنه هذا هو الدين أنه هذه أول خطوات فلما هو ممكن يرفض هذا الخطاب تجي فكرة تبديع التسلسلي أنك إذا لم تبدع المبتدع فأنت مبتدع فيبدأ يدخل فيه وسواس والله الإمام النووي مبتدع ولا لا إذا كان مبتدع وأنا ما بدعتوش وبالتالي أنا اللي راح نولي على بدعة واشتهاد الوسواس اللي يدخل فيه الإنسان المنطلب فيولي له هوس أني مش عارف وبالتالي الآن تلقى يبدأ يدخل فيه معارك طاحنة وهو لم يتجاوز حتى الشطرة الأول من العلم ويبدأ يقول بعض الإطلاقات اللي كانوا العلماء مثلا لما يطلق مثلا العلماء تعنام السلف الصالح كان يقول مثلا من قال كذا مثلا من الناس مثلا فهو كافر أو هو مبتدع مثلا هذا التكفير تع المذهب أو تع المقولة لا يسلزم منها التكفير الأفراد أو تبديعهم لأنه فيه شروط وفيه لازم تنته فيه موانع بعض علماء ذكروها حتى وصل التسعة أنه يكون مثلا ماه جاهل ماه مثلا متأول لهذا القول فيه موانع أنت لازم تكون عارفها لما تقرأ مثلا في سيارة أعلام النبلاء وتقرأ مثلا عن تعامل أئمة رضي الله عنها مع هذا الباب باب التبديع التكفير يخوض فيه بحذر شديد جدا جدا كانوا يتورعوا عن هذا لأنه نبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنه مثلا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما يا إما الأخر صح كافر وإلا ترجع لك يا إما أنت هو ليوليت هذا وحتى هذا مثلا علم الجرح والتعديل لنشأ في علم الحديث أن الحديث مثلا تنبي صلى الله عليه وسلم نقله لنا رجال عن رجال هذا من الرجال لازم يكونوا ثقات فيه يعني شروط الحديث الصحيح الشروط الخمسة وبالتالي لازم يكون عدل ويكون ثقة هو مثلا يكون حافظ أكيد ولكنه لازم احنا نعرف هذا الشخص هل هو فعلا مستأمن على الحديث ولا لا وبالتالي نشأ هذا العلم وبقي هكاك والعلماء يتورعوا في هذا الجانب شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم بتعرف خطورة هذا الأمر لما أسامة بن الزيد كان في نسيت وش من معركة فواحد من اللي كان يقاتلهم اللي هما من المشركين لما أسامة بن الزيد هذا مخلع فهذاك المشرك قال لا إله إلا الله أسامة بن الزيد قتله فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قالوا يا رسول الله قالها شغل خوفا برك شغل جست باه ما نقتلهش قالوا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قالوا أشققت على صدره شقيت على صدره على بالك هو مثلا هو علش قال هذا المخص الإسلام يعظم من حق عرض المسلم دم المسلم هذا الأشيء الإسلام يعظم منها لدرجة كبيرة جدا في نفس الوقت تلقى مثلا اليوم الآن تلقى واحد مثلا اللي هو مختلف معك يؤلف كتاب مثلا قادر يسميه الكلب العاوي مختلف معه أوكي مختلف معه لكن لما تصل إلى هذا الحد الناس متصورين على بالكوشة أنه الانحراب مثلا لما يبدأ في الأول أو يبدأ صغير جدا ولكنه مع الأتباع يكبر 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 لدرجة كبيرة أخلا شوف هذه راح نجيولها في فكرة الخوارج ربما اطولت يعني بنا ندخل للعم ولكن خليني فقط نذكر هذه الجزئية لو ناخذ كمثال فقط بعد يعني حرب الخليج وكلش لما هذه تكلمنا عليه في حلقة سابقة الشيخ ربيع المدخلي هو يعني عالم من حية العلم الشرعي عالم من علم الشرعي لما كتب مثلا الكتاب تاعه ليه مثلا يهاجم فيه سيد قطب لما عرض الكتاب على شيخه بكر أبو زيد هو يعني شيخ معروف جدا قال له كان صحة لا تنشر هذا الكتاب لأنه فيه من التحامل على الرجل وتأويل كلامه بأسوأ ما يمكن أن يقال وقال له أنه هذا الشخص أصلا اللي أنت تنقذ فيه هو أديب وأنت أصلا لم تصل لمستوى في الأدب وليس في العلم الشرعي في الأدب حتى تقدر يعني توجه له هذا النقد كله وقال له يعني أرجوك ما تنشر هذا الكتاب ولكنه بعدها نشره ما يهمني والله فكرة أنه مثلا الناس حتى بعد الحلقة مثلا اللي عملناها قبل كثير يبعثوني مثلا شوف ضلالات سيد قطب ويكتبها لي كل ما عندي مشكلة أنه هذا الشخص يكون عنده بعض الضلالات من ناحية منطية ولكن المشكلة اللي عندي تعرفوشها في التحامل وفي حمل الكلام على غير محله وتبرز فقط صفات السيئة وتشيطنها هذه من صفات المنافقين وراح نجيوليها وأرجوك أصبر عليها لما أنت تجيب لي هذا الأشياء كلها وما تقول لي أنه بعد 1951 هو رجع إلى الإسلام أنا أقدر أتفهم لما ما تجيب لي هذا النقطة تعرف الموضوع زي وش زي لما نجيب لك سيرة خالد بن الوليد نقول لك خالد بن الوليد هو الذي التفى على جيش المسلمين في جيش أحد وهو الذي سبب أكبر خسارة للمسلمين وخالد بن الوليد هو الذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما نجيب لك أنا سيرة الرجل كما هك نقول لك إيش هذا الفكرة تضخيم الأخطاء ولما ما تقول أنه هذه التغزو تقعد هذه قبل ما يدخل الإسلام الإسلام يجوب ما قبلها والتوبة تجوب ما قبلها أنا مشكلتي مع التدليس بالله ما هي مشكلتي أن نقول هو مخطأ في هذه الأشياء وفي بعض المقولات اللي ذكرت في كتبه هي خاطئة نبدأ يعني بشيخ ابن باز كان يقول مثلا على كتابه في ظلال القرآن ادخل الموقع الرسمي لشيخ ابن باز مكتوبة كتابيا وتلقاها في الصوت أنه هذا الكتاب فيه من الأشياء المستحسنة لأثنى عليها الشيخ وفيه من الأشياء التي نقادها الشيخ وهو صح على طرف أنه لم يقرأ كله موقف الإنسان الطبيعي اللي على الفطرة لي يحكم الإنسان بحسناته وسيئاته حتى الشيخ الألباني واحد بقى يسأل عن هذا الأشياء وفيه 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 قالوا إن هذا الأسطوب يغير الصدور قالوا دعوك من هذه الأشياء قالوا هذا أصلا ما تعامل سيد قطب على أنه مثلا هذا كدعية طالب العلم الشرعي قالوا هو تعامله كأديب ما هو أديب إسلامي وبالتالي هو لا يدقق مثلا في مسائل هذه كتاع العلم الشرعي وفكرة أنه مثلا الرحمن وعلى العرش يستوى الفكرة اللي حدثت أنه مثلا بعد ربيع المدخلية وكذا انشق عليه واحد اسمه محمود الحداد محمود الحداد ما هو قال أنه نوالي ونعادي من أجل العقيدة الشيء اللي تطرف فيه محمود الحداد ولي أسست فرقة الحدادية اللي انشقت عليهم أنه الفكرة اللي قلتها الكورت الثلج أنه الإنحراف يبدأ صغير جدا ولكنه مع الأطبع يكبر يكبر يتوسع لدرجة ما تعودش قادر تحكمه فهو قال لك لماذا أنا لا أداهن في العقيدة أنا رح أحاكم حتى العلماء المسلمين تقبل اللي كانوا هادم أشاعرة ما هم تقولوا الأشاعرة مش من أهل السنة الإمام نووي وش أشعري خلاص الإمام نووي فيه وفيه وفيه وشفنا الآن قناة هذا الشخص المعروف لقائم مشروعه تهديم النووي أبو حنيف إيش رح تستفيد عندهم فضل كبير الأربعون النووية أنت متصور أنه علماء المسلمين الآن تخفى عليهم هذا الأشياء ما هم هم ينتقدوه في بعض هذا الأشياء دون إسقاط الرجل أنت ليش حاب تسقطوا ما هو فكرة الشحن وش ديره الشيعة الآن مثلا واحدة من الأشياء اللي تخليهم دخلوا مثلا في سوريا وبقلب بارد ممكن يقتل أطفال ونساء ويقتلهم بدم بارد جدا لكن لما تشوف مثلا في العقيدة الشيعية أنه كل عام اللطم الحزن كربلاء كده حاسبين كل إحنا على يزيد بنه معاوية فإحنا نعترف أنه ظلم شديد جدا إحنا أصلا ننتسب للصحابة لمعاوية أما الباقي له ما عليه له ما له عليه ما عليه هذا الشحن وش يخليهم أنت متصور ناس منذ 1400 سنة ومشحون ضدك حتى هم يقول لك الجبهة اليزيدية هذا الشحن لما تعطي له مسدس أو يروح يفرغوا فيه أي روح السوء يقتلهم بدم بارد جدا فهمتني الفكرة خطورة شحن تالي قاعد تعمله الآن ضمن كما قلت لك الرؤية اللي أنت مش شايفها أصلا الرؤية الأمريكية تتقسيم المجتمع المسلم وكلش أنت قاعد تشحن في الناس تشحن 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 لدرجة لو يوقفوا مع بعض الناس اللي يدافعوا عن هذا الشخص لو توفر عنده سلاح ممكن يزوا يقتلهم هذه الشي اللي خلاتني الآن ممكن ننتقل لموضوع الخوارج كتابه المنشقون تكلم على فكرة أنه أول جماعة تنشق على التيار المسلم فعبد الله لاجيري أول حاجة خلالها يأكدها أنه مصطلح الخوارج أول حاجة خلالها كمصطلح هو لم يرد في السنة أنه يخرج الخوارج يخرجوا على علي وفقط ذكرت أوصاف لهذا من الناس اللي راح يخرجوا على الصحابة ويخرجوا ويستقروا بالمذهب بتاعهم وكلش وأنه متى ما تكررت هذه الصفات فيه احتمالية أنه تعود تتكرر هذا الفئة في كل زمان وما كان خلينا نقوله أنه بذرة المنشقون والعهد من الخوارج كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هذك مثلا اللي جال نبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغناء هذه صارت مرتين فمرة جاه قال له اعدل يا محمد اعدل ولا يقوله إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله يتصور واحد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقوله اعدل يقولك مقدار الكبر اللي في هذا الفكرة أنه هو يتصور نفسه أنه هو على حق العدل قيمة قيمة الناس كل تعظمها هو يظن أنه هذا هو العدل والنبي صلى الله عليه وسلم مدام أعطى مثلا للتعقى القريش حتى يتألف قلوبهم وبالتالي هذا مفيش عدل حتى في مرة خلاف واحدة أخر قالوا اتق الله يا محمد وبعد نبي صلى الله عليه وسلم يتكرر الحديث قالوا يخرجوا من ضئي هذا قوم تحقيرون صلاتهم إلى صلاتكم يعني شوف نحن الآن قليل جدا لقوم الليل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصليوا أصالت في الوقت ما نهضروش عليها خلا يقيموا الليل النوافل وكذا يقولهم تحقيرون صلاتهم إلى صلاتكم حتى الإنساء يقدر يتصور مقدار العبادة اللي كانوا عليها هؤلاء ويقرؤون القرآن لكن لا يجاوروا حناجرهم ما يعديش غل من الميكروفون وتعب يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم ويمرقون من الدين كما يمرقوا سهموا من الرمية شنة السهمت المتطلبوا بالقوة خلا كي يخترق مثلا الصيد زاعة كلها تلموا يخترقوا بسرعة كشول كي تهززان بقاه كي مرة ما فيهش شول ما هزز معها لقي طاعة الحم لوالو فارغ هما شول هكي يعديوا على الدين قابعث أبو بكر قال لهم قالوا روح أقتل هذا الرجل أبو بكر امتثل للأمر فراح فلقاه ساجد فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عظم التعلي أنه نلقى إنسان ساجد وروح نقتله أو ساجد أو موش مسلم أو ساجد بعد نبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر معروف أنه عمر بن الخطاب أكثر شدة زد كيف كيف لقاه في نفس الحالة عظمت عليه أنه يقتله وهو كاك وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كنوا لا يخالفوا أمر النبي رجع النبي وقالوا يا رسول الله وكأنه استشكل عليه هو مش استشكل عليه أنه هذا الشخص ساجد وفي نفس الوقت قولي أقتله بعد نبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يخرجوا من ضئضئي هذا بعد في المرة ثلاثة ما لقاه واش خلالهم بعد ضرع وقال لهم يعني لو قتلتوه كفيتوا الفتنة خلالها وهذه نفس سبحان الله القصة اللي صارت مع ابن صياد ابن صيداء اللي هو كان في المدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وسلم كان شاك فيه أنه هو الدجال أنا يعني سمعت بعض تعني تلملاحم الكبرى اللي رأجي في آخر الزمان وفتح البيت المقدس ولما ينزل عيسى عليه السلام وقبله ينزل الدجال أنصحكم جدا أنكم تشوفوها لأنه لما تفهم حدثت آخر الزمان تقدر تعرف كثير من الأشياء اللي تصرى اليوم كيف الدجال مثلا الناس تبعوها رغم أنه مكتوب في جبهته كافارة ولكنه يجيب لك يغريك بالدنيا يجيب لك المال يجيب لك بعض النصر رح تبعو لي هذا المنطلق ولكن فكرة أنه أنا سمعت الفايز الكندري لما تكلم عليهم في خطب جمعة متتالية ولما تكلم عن الدجال قال أن الدجال كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن الصياد ونبي صلى الله عليه وسلم كان رح نقول لك شاك فيه درجة كبيرة أنه هو الدجال سيدنا عمر قال له يا رسول الله قال له خليني نقتله فلنتو مكن من لأنه رح يظهر في آخر الزمن وإن كان خاطي هو الدجال فأنت رح تبوء يعني بدمته واحد بريء وخلع فأنصحكم يعني تقرأوا الأشياء في آخر الزمن ولكن فكرة لما نرجع للخوارج لما عبد الله العجير يجاب زوج محددات لهذا الظاهرة لخلاتهم أقول وحدة هي اللي ظاهرته ظاهرة الغلو في الدين إنما أهلك الذين من قبلهم غلوهم في دينهم أنه الإنسان يبدأ يحمل دين ما لا يحتمل يبدأ يتشدد على نفسه في العبادة بغير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشفنا قصة الثلاثة على ذلك اللي قال أنا أصن فلا أفطر والأخر اللي قال أنا لا أقرب النساء والأخر اللي قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم طلع مباشرة للمنبر قال من رغب عن سنتي فليس مني لأنه هذا ممكن يشكل نموذج للناس تولي تظنوا أنه هذا هو الإسلام حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم هم قتل عاد وثامود حتى تفهم مقدار الخطر هذا أنه ممكن يصر افتتان بالنعمود عبد الله العجيري كان خرج زوز محددات المحدد الأول هو محدد اعتقادي هو فكرة تجرؤهم على الكفر وتكفير الناس وأنه أنت مثلا حتى لدرجة نبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم منهم ومبعد ثاني الصحابة رضي الله عنه ما رح نجيوا لهم يعني في معركة الصفين المحدد الأول محدد اعتقادي البذرة الأولى هي بدرة الغلو في الدين اللي تروح تولي تشوف روحك على الناس وبالتاني من بعد تولي هذا كافر هذا هذا المحدد الثاني هو فكرة سفك الدماء أنهم بخراعهم خرجوا على الصحابة رضي الله عنه بالسيف خرجوا عليهم وسفك الدماء هذا هو المحدد الثاني أهم زوز محددات للخوارج والمحدد الثاني هو يتبنع المحدد الأول ذلك رح نجيهم بعد لأن على علي رضي الله عنه هون الخوارج راح نجيوليها يعني وهذا ليحملهم على سفك الدماء بعد دي هذا مهم الإنسان يقتل على البذرة من جذورها وثاني ذكر عبدالله العجيري بعض الصفات الأخرى زي مثلا صغر سن أنه إنسان في بدايته ما يكون عنده واحدة حماسة وكذا لدرجة تخليه يقتحم مواضع هو مش مطلوب منه أنه يقتحمها سبحان الله نذكر يعني الواحد يعني في سن مثلا العشرين وكذا مثلا أنا كنت شوف أنه الشي اللي كنت تفهمه أنا أنه الاحتفال بالمولد هو مجرد أنك في يوم مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم تجيب مثلا كتاب مثلا تافقها السيرة ولأي كتاب تسيرة نبوية ندارسه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا نفرحه بهذا اليوم ونتذاكره سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونفرحه بهذه أنا أكد هذا مثلا المرة الماضية شفت الناس مثلا في الاحتفال بالمولد يعملوا رحلات خاصة مثلا التونس القيرعوان وبه يروحوا يحتفلوا بالمولد ما يصلي ما يصوم واشي يروح لثم الأخرى هذا ديك ويغني صلوا على نبي والناس واشي تشطح مخلطة عتروس ومعزة وكذا فبعد بديت ندرك أنه فهمي أنا لفكرة هذا الاحتفال الناس أصلا مش فهمتوا كما هكذا وبتالي تقولي تقدر إلى حد ما توصل نوع من النظرة المتوازنة فنرجع للموضوعنا في معركة الصفين لما كانت الفتنة ما بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه لما اقتلوا في معركة الصفين عمرو بن العاص كان قال معاوية بعد ما كان يعني شو الحصروا في الشعاب قال عمرو بن العاص كان في جيش معاوية فقالوا أدعو علي لكتاب الله تعالى فعلي رضي الله عنه فجابوا حكمين من الطرفين جاء من جيش الشام اللي هو جيش معاوية جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن جيش العراق اللي هو جيش علي بن أبي طالب جاء أبو موسى الأشعري فجاءوا مع بعضهم وقالوا خلينا نحكم شرع الله تعالى وحبوا يديروا الصلح مبيناتهم في جيش علي كانت هذه طائفة الخوارج خاصة اللي بدأت بعد مقتل عثمان وكلش واش قالوا شوف البذرة كيف تبدأ وشوف كرة الثلج كيف تضحرج بسرعة كان هذا عروة بن حودير واش قال لهم قال لهم إن الحكم إلا لله كلمة حق كما قال علي بن أبي طالب أريد بها باطل أوكي إن الحكم إلا لله وبعدوش قالوا مادم كم أنتوا وراضيتم تحكموا الرجال في شرع الله فأنتم فيزوش كفار لما جوا يكتبوا فالكاتب اللي هو الأحنف قاعد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد عليه علي أمير المؤمنين فعمر بن العصر رضي الله عنه قالوا إيش هذه أمير المؤمنين قالوا نحن علي أمير المؤمنين قالوا إنه أميركم وليس أميرنا الأحنف قالوا والله لا أمحوها قالوا ما نمحيش علي رضي الله عنه قالوا أمحوها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو مستشعر الحادثة اللي صارت له مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما كان علي رضي الله عنه يكتب في الصلح هذا معاهد عليه محمد رسول الله فقالوا أمحي محمد رسول الله قالوا اكتب اسم أبيك ولا أمك لو عرفنا أنك رسول الله ما قاتلناك فعلي قالوا والله لا أمحوها النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها علي رضي الله عنها تعلم الدرس لأنه سيترتب عليها مصدحة كبيرة الخوارج قالوا محا أمير المؤمنين إذن مدامه ليس أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين فالخوارج كانوا يقولوا العلي رضي الله عنها كلمة واضحة هذا من يقاتلهم هما كفار وبالتالي لازم نقتلهم ونسبي نساءهم وأموالهم ناخذ النساء تحمل الأموال نقلبهم عبيد وجواري عنها ونأخذ أموالهم وكانوا حتى علي رضي الله عنها كانوا بعدها يعني داروا حصروا الصلح بناتهم وراجع جيش معاوية للشام وجيش علي رجع فعلي رضي الله عنها لما يطلع مثلا للمنبر كانوا مثلا يدير عليهم خطبة يقوم واحد من الناس كان يقولوا إني الحكم إلا لله فوحد أخر يسسي نظمني يقولوا إني الحكم إلا لله فعلي رضي الله عنها الفقه المبشر بالجنة كان يقولهم ولكن إني الحكم إلا أنا معاكم ولكن لابد للناس من أمير بر وفاجر إخوة اعتبروني فاجر ولكن لابد للناس من أمير درجة أنه كان واحد قال له لأن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتل لنك أطلب بذلك وجه الله هو متصور أنه هو فقط لعلى الحق وكلش حتى كان واحد أخر كان يخطب كان وشيدير يطلعك ويقولك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين حتى رضي الله عنه علي رضي الله عنه كان قبل ما يسجدوا له في السجود والله فرق نسيت مهم كان يقول فاصبر إن وعد الله يحق ولا يستخفنك لأن هذا الكلام سهل تقدر تدعي شعارات ولكن هو لا يفقه شيئا هذا من الخوارج لا يفقه شيئا وراح نجيكم بعدها علي رضي الله عنه جاء بعض منهم قالوا خليني أناظركم لأنه ليخرجوا على علي رضي الله عنه ونحازوا وعدهم ثماني آلاف من الناس من هذا من الخوارج على بك وش كانوا يعيطولهم القراء القراء اللي قرأوا القرآن كثير قلال درجة عدو معروفين بهذا الاسم فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله اللي هو لما محق علي رضي الله عنه محق أمير المؤمنين قالوا له ثمانت أنسلخت من هذا القميص وإن لم تكن أمير المؤمنين أمير الكافرين قالوا له حكمت في دين الله غير الله حكمت في دين الله رجال فعلي رضي الله عنه كان يمسك المصحف ويجي يقول المصحف أيها المصحف تحدث حدثي الناس المصحف مش رح يتحدث لما تقول لي في الأخير لازم فيه رجال يعني موثوقون هم اللي رح يحكموا بين الناس وجاب لهم الآية وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها هذه ما بين الخلاف ما بين الرجل والمرأة نجيبوا حكماً منها وحكماً منه والعرض الأمة أعظم من فتنة حدثت بين الرجل ومرأة وبالتالي هذه كأولى من أنه نجيبوا حكماً منهنا وحكماً منهنا ويحكموا مبيناتنا شوف أخطر الأشياء تسعاته هل قسم الثنائية قالوا له يا إما حكم الله يا إما حكم الرجال واحدة منهم ما هو في قسمة ثالثة له حكم الرجال بكتاب الله تعالى بعدها جاء عبد الله بن عباس زاد نظرهم مرة ثانية وكانوا في عدد أكبر وكلش فعلي رضي الله عنه قالوا جادلهم بالسنة لأن القرآن حمالوا أوجه القرآن الكريم فيه أوجه وسبح الله الآية اللي في صورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله عبد الله بن عباس قال له نحن أعلم بكتاب الله تعالى منهم لأنه فينا نزل فلما جابه ناظرهم شوف أول حاجة قال بعضهم لا تناظروه ما تناظروهج لا تحدثوه لدرجة حتى هذا ابن كواء لهو من رؤوس الخوارج قال أتاكم هذا عبد الله بن عباس وإنكم لا تعرفونه ولكني أنا أعرفه هذا ممن نزل فيه قوله تعالى إنهم قوم خاصمون شوف فكرة أنه ما يخليش الداعية هو اللي يعرف للناس يعرف على نفسه لا يحاولوا ينشر عليه صورة معينة بحيث تخليك تنفر هذا هو لهك وهك وبالتالي إحنا ما نسمعولهج ولكن البعض تعم قال إحنا نناظروه أول حاجة عنا ثلاث مسائل أول حاجة أنه حكم الرجال في كتاب الله ثاني حاجة أنه هو قاتل ولم يغنم شوف القسمة الثنائية قالوا قاتل إذا كانوا هذين يقاتلوهم مسلمين فلا يحلوا قتالهم وإن كانوا كافرين حلت أموالهم ونساؤهم شوف القسمة الثنائية ما نقري فيه قسمة ثالثة واللي هي الفئة الباغية أنه وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحدهم مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي وتبقى في إطار المؤمنين القسمة الثنائية خطر عظيم جدا ثالث حاجة قالوا أنه محأ أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين أول حاجة خلاله تذكرهم بفضل علي رضي الله عنه وهذه أهم حاجة أهم نقطة لازم تعرفها أنه سبحانه حتى لو واحد أنت معترض عليه لا تبخس حقه ابدأ حقه وحط هذا الخطر في إطاره المؤمنين جاب لهم الآية نفس الشي يقالهم يحكموا به ذوي عدلين منكم الآية هذه وزا جاب لهم الآية اللي قالها المعلي رضي الله عنه فقالهم أما من حكاية السبي أنتم حابين تسبيوا النساء وكذا في الجيش تم وعاوية كانت فيه عائشة رضي الله عنه أنتم تروحوا تسبيوا سيدة عائشة وربي سبحانه يقولنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي كل مرة يقولهم هل خرجت من هذه يقولوا له خرجت منها صحي وهذه الفكرة تأمير المؤمنين هاي باينها لأنه جاب لهم المثال صلح الحوديبية الفكرة أنه بعد هذه المناظرة البعض منهم تاب تاب وراجع عن فكرة الخوارج بيتفهم أنه هذه المقولات مبنية على جهل كبير معظم الناس خلال اللي يتبع هو جاهل هو ما عندوش أبسط أساسيات فهم الخطاب الشرعي ما عندوش هذه الأساسيات اللي يتخليه فلتر مسكين وبالتالي لما توضح له الحق هو ممكن يضعن له ولكن فيه العامل الثاني هو الأخطر عامل الهوى الناس هنالك يقولوا له لا تسمعوا له ما تسمعولوش خلال فيه نوع من الهوى فيه نوع من الحفاظ على المكاسب هذا الهوى كل إنسان يعرفه من نفسه أبو جاهل كان عارفه من نفسه كل إنسان عارفه من نفسه ولكن إنسان في العادة يكابر ما يسمع أنت تقول له ما عليش يا أخوة اسمع لي والله أنا مختل أنا مبتعد أعتبرني صفاتكم ما عليش اسمع مني خليها تدور شوية في ذهنك ما تروحش تزرب تعلق وتكفر وتطير أي ميشة رايحة الفيديو راح يبقى والمناظرة ما توقفتش أنت متصور أنه فقط الفيتنا كانت الثم خليني نكمل فقط المناظرة الثالثة ونرجع للمعركة وشي صرها فيها مناظرة عمر بن عبد العزيز نفس هذه الفئة رغم أنه علي رضي الله عنه حصدهم حصد في معركة نهراوان حصدهم حصد لم يبقى منهم بلك غير سبعة ومع ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بزيت نشأت هالفئة لأنها فكر فكانوا يقولوا لعمر بن عبد العزيز أنت خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة هل بيتك هما من الأمويين وبعض الحكام فيهم كانوا ظلمة وأنت الآن سياستك بالعدل وقدار فإما أن يكونوا على حق وإما أن يكونوا على باطل أنت معترف أنهم ممشوا على حق وبالتالي فهم على باطل فإلعنهم وتبرأ منهم ونحن معك وإلا فيك وفيك 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 فهو جبلهم مثال أبو بكر وعمر قلهم بعد ما ارتدت العرب أبو بكر رضي الله عنه كان قاتل هم كانوا يرتدوا قاتلهم وش اسمه النساء تحموا الأطفال كان يدي سباهم وجابهم وش اسمه عند مسلمين سباهم ولكن بعد ما جاء عمر بن الخطاب أرجع هذا السبيعة ودرجعهم فهل تبرأ عمر من أبو بكر لما تفهم أنه فيه مواضيع اجتهادية أنه أنا أخالفك في هذا مش معناه أني لازم أسقطك المعادلة الصفرية يا معي يا ضدي فقالهم كيف أنتم تمنوا بأبو بكر أنه خليفهم له عمر كيف كيف خليفهم له كيف أنتم تمنوا بالنقيضين هم اختلفوا في هذه الحاجة ثم قالهم هل اللعن فريضة قالوا له نعم فقالهم منذ متى كان آخر عهدكم بلعن فرعون قالوا له من زمان وسبح الله في هذه الفترة وكان إنسان نوع من الشهامة أنه ما يكذب قالوا ديرهم يقولوا إيه لعننا قالوا له نحن أه لعننا زمان ما لعناش فرعون فقالهم كيف أنتم سلمتم من لعن فرعون وأنا لم أسلم من لعن هدم السلفتاعي شوالي قبلي هنا ممكن أسلم منهم هم أكيد عندهم ظلم وعين ولكن عليها لازم ألعنهم فهمت الفكرة أهوين التوسع الشديد في التكفير ما هي هي زي كرة الثلج حتى ابن حزم اللي هو جانباعد خلاه كان يقول رأيت الناس يكفروا بعضهم بعضا عند أقل نازلة من دقائق الفتية هي فتوى مثلا دقائق فتية يقولوا أنت كافر لأنك قلت بكذا أنت كافر لأنك رغم أنه التكفير مثلا الخوارج كان يقولوا بالتكفير مرتكب الكبيرة أنه إنسان ما يرتكب كبيرة هو كافر هذا لم يكن حاضرا في البداية في البداية خلاه ما كانش حاضر ولكنها زي كرة الثلج تبدأ بحاجة بعد تبدأ تتوسع تتوسع لدرجة أنه كان فيهم البعض اللي يكفر حتى بالصغائر نرجعوا للمعركة تاع النهر أوهان كيفاة بدأوا حتى أن الخوارج خرجوا على المسلمين بالسيف أول ما بدأت كانت بقتل عبد الله بن خباب هما كانوا والخوارج كانوا يعني بعض منهم دخلوا في واحد القرية فلقوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه فقالهم أفزعتموني خاف فأعطوه الأمان فقالوا له قلنا حديث من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لي تحفظها قال لهم الحديث هذا كتع الفتنة للقاعد فيها خير من القائم وكذا الحديث المعروف بعد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتل ولا تكن عبد الله القاتل فقاتلوا وقتلوا زوجته وأبنائه وزوجته الجنين اللي كان في بطنها أنت يعني ممكن تحير يعني إش هذا اللي خليهم يقتلوه ولكن في رواية أخرى جاء أنهم سألوا عن عثمان قالوا له ما رأيك في عثمان شوف الاختبار بالرجال شوف الاختبار بالرجال ما رأيك في عثمان في بداية ونهاية قالوا في بداية هم له وفي نهاية هم له قالوا ما رأيك في علي قبل التحكيم وبعد التحكيم قال لهم أنه علي رضي الله عنه صحابي وكذا فقالوا له أنت توالي الرجال على أسمائها والله لا نقتل لنك قتلة ما قتلنا بها أحدا مثلك قتلوه وطيش في النهر وكذا أنت تفهم المنطلق تحهم أنه إحنا لا نداهم بعدها علي رضي الله عنه قال لهم أعطونا قاتل تعبد الله بن خبب حتى نقتص منه قالوا له كلنا قاتلوا وبعدها تسمخ لها خرجوا علي بالسيف وعلي رضي الله عنه كان عنده مبدأ أنه إحنا خليهم ينشروا الفيتان وقدروا نناظروهم ولكن لن نخرج عليهم وليس لن نقاتلهم حتى يقاتلونا فراح رضي الله عنه في معركة النهر وان حتى في بداية المعركة كان علي رضي الله عنه يذكرهم إحنا فينا الصحابة وكل شو وانتوا بجيين تقاتلونا ولكن هم عم بيكوش يقولوا وكان فيهم يقولوا ما تسمعولوش الرواحة الرواحة إلى الجنة لا تكلموهم ما هو الإنسان يدخل في هذا الحالمين الجهل أهم حاجة عنده ولا عند رؤساء تحمه أنه ما يسمع لكش لأنه لدرجة تكون يسمع لك أو ممكن يتأثر ممكن يقول ممكن هذا الشي فيه نوع من الخطأ ولكن لا تكلموهم لا تسمعوهم كذا وعلي رضي الله حصدهم حصد درجة من الجيش المسلمين تقريبا ماتوا سبعة بالك ومن الجيش كانوا 12 ألف نجوا منهم سبعة وهذا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الأمارات اللي كان يبحث عليها علي بعد انتهاء المعركة كان يقولهم القاولي هذا وش اسمه يا ربي التمسوا المخدج مهمهم بعد قالوا ما لقيناش قالوا ما والله هنلقاوه بقى يحوسوا الجوثات حتى القاوية علامة قالها من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخوارج لأنه الإنسان ممكن يتدبرق والخوارج هاد شجعان لأنه مش زي المنافقين اللي راح نجيو ونحكيوا عليهم المنافق خايف المنافق جبان لأنه ما يقاتل عن عقيدة هو يقاتل عن مصالح لكن هذا هو مؤمن أنه هذه عقيدة وصحة وبالتالي راح يقاتل عليها وشفنا نماذج شجاعة جدا ولكن فيه رواية بتفك شوية من هذا اللغز لما تلقى أنه عبدالله بن وهب اللي هو من الكبار تحتها واشقالهم قالهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف لأنه كان خايف أنه لو قاتلوا بالرمال في هذيك الجزء من الكونتاكت مع المسلمين يخاف أنه يصرى بعض الحديث أنه المسلم هذك ممكن يهضر معاه قبل ما يقاتلوا بالرمح فيقنع هذك الخارجي بحيث يرجع عن الإسلام يقول لك كي منهار فتاح حروراء ولكن هذا من الرؤساء عبدالله بن وهب قالهم لا قاتلوا في السيوف سيف فقط الحرب وبالتالي هو ما حسبش حساب أنه جيش علي رضي الله عنه لم ما نحاوش الرماح وبالتالي حصدهم حصدوا هذا من تدبير ربي سبحانه ولكن هما مبعد وجدانه أنت نتصور أنه خلاص فضت الفتنة قتلوا علي رضي الله عنه وبعثوا واحد به يقتل وش اسمه عمر بن العاص وبعثوا واحد به يقتل معاوية بن أبي سفي يحبوا يقتلهم كل علي رضي الله عنهم مات وهما اللي قتلوا هو ابن ملجم الخوارج طرحها معالقات لابن الملجم ما هو أنت عندك حديث صحيح أنه علي رضي الله عنه في الجنة من المبشرين بالجنة تطرح معالقات إله ما هو الإنسان تشوف لما يبني ينطلق من منطلق معين ويبدأ يتوسع 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 لدرجة يوصل واحد النتائج هو ما كان شايفا في البداية الخلاصة من هذه الفكرة أنه الخوارج من الأشياء اللي قلنا عليهم التساول في التكفير الغلوف في العبادة لدرجة أنه في بعض من جيش عليه فتين ولما رحب الجيش الخوارج قال سمعتوا لهم دوين كدوين نحن صهرين يديروا ويطلوا في القرآن وكل لدرجة بعض الصحابة كانت تخلهم الشك أنه يعني سور هذا مهم الخوارج يقال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم أتقى منا يبانوا أنهم أتقى منا وهذه سبحان الله ابن القيم كان قالها أنه الشيطان يشم قلب العبد إذا شاف فيه نوع من المي ناحية الهوى وناحية أنه مثلا الشهوات يوسع له فيها ويحطه لها إذا شاف قلبه مثلا فكرة أنه يحب السنة وحريص على العبادة يحاول يديه للجهة الأخرى أنه يديه للغلوف العبادة فهمتني الحكاية أنه مش شرط الناس أو الشيطان يوسوس له في ناحية أنه فقط أنكر هذا السنة ورحوا العلمانيين لدرجة سبحان الله حط واحد المنصور على الإعصار لضرب أمريكا وقال أنه عوض من تعلموا منهم كيفية يديروا الأعاصر هنالك قاعدين يقولوا أنه هذا الإعصار هو من عند ربي سبحانه وياهكا وجابه يهزمه مرغم أنه ماتوا فقط سبعة هذا الطرح أنا مختلف فيه فيه بعض الحقيقة ولكن السياق اللي قال فيه أنا مختلف ما حبيتش نعلق ولكني كتبت آية وحدة وما نرسل بالآيات إلا تخويفها ما هو ربي سبحانه وينصر حتى الإنسان يخاف حتى أنه يراجع نفسه وقدر تخويفها سواء لنا ولا لهم وكتبت صورة الإسراء كين زوز داروا إيموجيت مجادور وكين اللي داروا هذك الإيموجيت تضحك أنت متصور تضحك على آية قرآنية فيه ناس في هذا الجانب وفيه ناس اللي والله لعلى باله مع التفاهة وكذا والشيطان يزيد يزين أما الناس الشيطان يشوف يشوف وحريص على العبادة وحريص على العقيدة وكذا رح يحاول ينفق وكما يقولون المصر ويزقوا الباب تعالغلو في الدين وحتى مظهر هذا تمثلا تعبد الله بن واهب كان عنده أفرع هنا تعالس وجود المظهر تحم يوحي على أنهم شو الخلاص مسلمين الظاهر تحم حتى أن كانوا يروا أن الصحابة أنقص منهم شو فكرة الكبر والعجب هذه دواخل نفس اللي تكلمت عليها في البداية طبيعة الأسئلة تحم لما واحدة جت عند سيدة عائشة رضي الله عنها وقالت لها يعني أنه إحنا يعني بعد ما نقطع فترة الحيض هل إحنا نقضي والصلاة تعنا الصلاة اللي فاتتنا عملك عائشة رضي الله عنها وقالت لها أحرورية أنت الحرورية اللي هم هادم الخوارج اللي خرجوا على علي فذي راحوا في الحرورة فقالت لها أحرورية أنت شوف تفكيرت سيدتنا عائشة رضي الله عنها فكرة أنك تطرح هذا السؤال لي ما عنده حتى معنا لأنك أنت عارف أنه ربي سبحانه خلاص تجاوز عن هادفة إذا كان الصيام راح تقضيه الصلاة مش مطالبة تقضيه سيدة عائشة ضلعونا استشكلت سؤال أحرورية أنت وسبحانها تلقائهم يحرصوا على قضايا كبير ما هو الآن مثلا يقول لك نجيب مثلا هل يجوز أن أكتب مثلا بالقلم القرمزي في الورقة إيش هذا السؤال مثلا وفي كثير من الأسئلة اللي تسأل اليوم هي من طبيعة هذا التكلف يحس أنه الإنسان في جانب من جوانب الغلو في الدين وسبحانها تلقائهم قضايا كبيرة جدا ما معطينا أهمية مثلا عرض المسلم عرض المسلم أنك تجيه مثلا وتسب إنسان ولا مثلا تشوه سمعته وروح لبعض التفاصيل يضخمها يضخمها لدرجة يعود يبني عليها الولاء والبراء المنافق أو يقلب الفيستا عادي جدا ولو كان هذا الفكر في وقت الثورة ما كناش نقدرون نعملوا ثورة أصلا قالوا إيئذن لي ولا تفتني قالوا هذن كا احنا لي رايحين لهم الروم هذن النساء تحمش عرق أصفر وعينين زرقوا شتهنا اللي كابتوليهم وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقولوا المنافقون منتظروش حتى إنه هذا البلاء ولا هذة الأزمة تنتهي يطعن في المقاومة او الله غراروكم يبرر للتطبيع يبرر للخوانا أي حاجة تصرف الكائن المحتل يقولك هذي ولا شي قتلوا واحد المنافقين جالسين الرجل على الرجل ويلميزون عثمان هذة أمزعمة قادبين باللي عنده الضراهم واذاك الفاقير شو شو جاي بحفنك فرحان بيان لكن هو مقتنع أنه جلوسه في مكان وأنه يقول فلان هك وفلان هك أحسن من هذا ممكن يخذوا هذا مسجد ضرار على شكل صفحه وش تأخذ مسجد ضرار في صفحه ربي سبحانه أعطاك المكسيمون أنه مسجد وقدر يكون ضرار فما بالك تكون صفحات فيسبوك أنه لو كانت هذا القناة في زمن المنافقين لما اجتمع المنافقون إلا في هذا القناة